السلام عليكم ورحمة الله نحياكم الله في الاكستنشن الأول الجزء الثالث راح نشوف مع بعض الهالجز البينت كمبوننتس والحدشي اللي داخلها طبعا مثل ما تشايفين عدلت شغلات وايد في البينت كمبوننتس مثل ما يقولون جزاء التقصير هو التغيير فالبينت كمبوننتس كانت مقسرة ويانف بأنها كانت مجرد انها تعدل على الكنفاس مالنا طبعا مني نسيت لا اقول لكم انه عندنا الكنفاس اللي هو مجرد الاوتبوت فمني ممكن نسميه اوتبوت اللي هو الحدشي اللي اليوزر يشوفه يعني هني مني طبعا عندنا اه شغلات ومني عندنا اللي هي الكلير بوتن ومني عندنا البوتنز اللي هما المنيو وغيرها ومني هو قاع يرسم فبينت كمبوننتس كانت مجرد ترسم هني احنا نبي اه البينت كمبوننتس تقوم ترسم على ترسم على البفرد اه اميج عشان اه نقدر نسوي لها اوتبوت فعلين نشوف بالضبط شلي شلي سوينا اول شي نسوي نعرف ArrayList عبارة عن Graphic Graphics نسميه GA GA يعني مجرد Graphics Array بدلا نطول السالفة GA عبارة عن ArrayList of Graphics اللي راح يشيل طبعا نفس اه Objects of type Graphics نفس اللي هي اللي ترسم فنقول لها ArrayListical GA New ArrayList of Graphics اول شي نسوي نضيف الجي اللي هي على قلاتهم البروش مالتنا اللي ترسم على Outputs نسوي لها Add على ArrayList فخنحط مني مثلا جي اللي هي البروش اللي هي راح ترسم على طور على البانل هذي اول شي راح نشيك عليه راح نقول له اذا ال buffer image لا تساوي default image شنو معناته معناته ال buffer image مو هي نفسها default معناته ال user لا طيق file open وفتح اه صورة يديدة فاذا فتح رسمة يديدة راح نقول له Graphics G2 اللي هي brush ثانية تساوي buffered image.creategraphics مني اللي قاعد نسويه بالضبط قاعد نقول حق الجي تو تتولى ال buffer image فمني راح نسوي G2 اللي هي هم عبارة عن brush راح ترسم على ال buffer damage فلما نقول مثلا G2.draw rectangle راح ترسم rectangle على ال image ما راح نشوف اي تغيير على ال output الا طبعا اذا طلعنا ال image بعد التعديل فقلنا لجي تو create graphics نقول له اول شي جي تو دوت draw clean image هذي فايدة ل clean image انتو مثل ما اتم لحظي مثل ما قلت لكم من قبل ان اول ما ننادي في paint components لازم نمسح كل التغييرات لما نمسح كل التغييرات هالشي راح يسمح لنا انه نرسم المستطيل بها الطريقة يعني لاحظوا معاي انه هالمستطيل الحين نرسم انزين ش اللي يخلي لما نكبره ينمسح المستطيل القديم اللي هو كان هنا اللي هذي اللي يسمح لنا نسوي هالشي اللي هو super.paint components مثل ما قلت لكم راح يمسح كل شي فمني نفس الشي راح نقول له draw image يلي clean image شن قا يقول لنا امسح كل التغييرات اللي على ال image بعدها طبعا ارسمها طبعا على ال G2 بعدين ارسمها على ال G راح يرسمها على على ال output راح يرسمها على اللي هو buffered image وعلى ال output يعني مثل ما تقولون كل شي يسوي بال output يسوي على buffered image فانتو كل شي تشوفونا جدامكم قا يصير buffered image خلف الكواليس مثل ما تقولون اخر شي راح نضيف ال G2 على ال array lists لسبب من الاسباب راح اذكره بعد شوي فاذا كان مثل buffer image تساوي default image راح يدش بال else راح نقول له ان ال G2 تساوي buffered image dot create graphics نفس الحالة فوق اه ال G2 راح تكون ال brush اللي هي تتولى ال buffer image ترسم على ال buffer image G2 dot set color get background لما نقول get background راح يرجع لنا ال color اللي هو و light gray هذا فاول شي نسوي لان ما عندنا رسمة راح ن او مثل ما يقولون اه نرسم مستطيل مجرد ان يعطينا خلفية نقدر نبدأ نرسم عليها فنقول له G2 dot set color اللي هو الرمادي وال G هم set color رمادي G2 fill rectangle على ال buffer image و G dot fill rectangle على ال output بدين اه نضيف G2 على ال array اه حسني دوقتكم شوي بس اه مجرد اللي صار انه قلنا حق ال G هذي تصير light gray وترسم مستطيل light gray على ال image على ال buffer image فصارت الحين فاضية وال G brush اللي هي ال G اللي هي ال brush على ال output هم رسمة نفس الشي اهني صار رهني فطبعا ما انتم ملاحظين ان هذول عبارة عن نفس الشي بس هذي عبارة عن output وهذا عبارة عن buffered image فهذا اللي صار بالضبط وقلنا اللي يعبيها ونضيف ما ننسى نضيف ال G2 على ال array طبعا ال G2 مني ضفناها على ال array داخل ال F ومني ضفناها داخل ال else فبنهاية ال F ال else امية بال امية عندنا في ال array list اللي هو ال graphics عندنا اللي هو ال G وعندنا ال G2 بس مرة ال G2 اه اه مرة ال G2 مرة ال G2 مثل ما انتم تشايفين تساوي buffered image الحين ليش ثوينا ال array list طبعا shape.r هذا شارحينا من قبل بعدين ضفنا for loop تحتوي كل اللي سوينا المرة يطافت لاحظوا معاي for loop تبتدي من وين من بعد shape بتخلص با اقب كل الرسم كل الحشي هذا ليش قاعد نسوي شدي اه بكل بساطة ما بي اي شي يصير على ال output يصير على الرسمة فا قاعد نقول له for integer s equal 0 s less than graphix array size s plus plus اول مرة راح يدش راح يقول له graphix gt اللي هو graphix temporary يساوي ال GA ال S ال S طبعا بالبداية هو الصفر فراح ياخذ ال G فراح ياخذ ال G يسوي كل هال حشي على الشرح اللي انا شرحت لكم اياه انه راح ياخذ ال shape يرسم على ال output يسوي كل هال سوالف فبعد ما يخلص راح يردع الفورلوب يسوي increment حق ال S راح تصير ال S تساوي 1 graphix temporary راح تساوي ال GA get ال 1 فراح تصير اللي هو ال G2 فال G2 راح ترسم لنا على ال buffered image فثاني مرة يدش داخل اللوب راح يسوي شغلات احنا ما راح نشوفها ما راح نشوفها لانه راح تصير على ال buffered image فراح يسوي بالضبط اللي سواها على ال output على ال buffered image فالتعديلات كالاتي مجرد انه بعد ما عرفنا graphics GT اللي هو يساوي ال temporary يساوي اما ال G او ال G2 نغير كل G الى GT فعملني مثلا حق قلناه لgt هني GT في ال oval GT في ال rect الى اخره و نفس الشي في الجزء الثاني بس قبل لا اختم التوتوريال ونشوف النتيجة ال clear راح نضيف عليها فوق هالشغلات هذي اللهم بس buffered image يساوي default image عشان اذا بس كانت فيي buffered image ما اعدلنا عليها ولا دخلناها و رشي نقول لها يرد اا يردها مثل ما كانت ه кошau هذا اول شغلة ال ثاني شغلة مثلا نسوي거 save حق المستطيل خنقل kj.jpg نفتش على طول my documents نروح kj راح نشوف المستطيل نقرر ما يكون نجرب نفتح file خنقل مثلا نفتح kj نفسه نضيق open او خنسوي clear او شي عشان تأكد اني مو قاعدة سوي اي خدع بصرية فنضيق open راح يفتح لنا نعدل عليه نخلي green مثلا نرسم دائرة ان شاء الله اي شي نضيق save ونسايف على نفس الفايل نضيق save نروح مع بعض حق my documents نفتح الفايل هم من اروع ما يكون فاتمنى لكم استمتعتوا في التوتوريال واستفدتوا تسامحونا على الكثور وطولت عليكم بس صراحة البرنامج يستاهل راح يغنيكم عن اي برنامج ثاني للرسم فنشوفكم على خير موسيقى موسيقى